انتقد اهالي مدينة الموصلة الاسالب التي يتبعها المرشحون للانتخابات من خلال استمالة الناخبين بطرق ملتوية لكسبهم والتصريط لهم مواطنون ومن بين المنازل المدمرة تحدثوا للرشيد عن وعود جديدة تلقوها من مرشحين سبق وان تعهدوا خلال الدورات السابقة بمعالجة ازمات المواطن لكنها لم ترى النور حتى الان على اطلال ركام منزله يقف ليث مستذكرا وعود المرشحين باعمار داره قبل الانتخابات الماضية ورغم تكرار الوعود ذاتها قبل الانتخابات القادمة المرتقبة الا انها لم تغير شيئا من واقعه هم وعدونا قبل وعدونا انه نعمر بيوتك ونعمر بيتك ونفس الوجوه جونه هالساعة هم نفس الاسلوب هم بده نعمر بيتك ونعمر اه هاي فهاي ما تفرق عن السابقة وما اظن يتعمر بيتي ابت وهاي قدامك رشحة تعددت الاسباب والهدف واحد الوصول الى قبة البرلمان اصبح غاية لا غنا عنها والاساليب المستحدثة من المرشحين يشيب منها الوليد في الجانب الايمن لمدينة الموصل خصص احد المرشحين اربعين سيارة فخمة لمن ينتخبه شريطة هيجلب دليل الاختراق ليدخل في قرعة تنافسية وبعض المناعة تغنزوا مرشحين نسوي قرعة على سيارات 2020 انه اليوم اللي ينتخبني وليجيب صورة بينهم وانتخبني راح دخول داخل قرعة واسحب ويطلع هو الفائز اخذ من قبل اربعين من قبل شخص المرشح مثلا اليوم نقول الف واحد كان رشحه اربعين شخص من عندهم يفوز بسيارة اليوم طفع اليوم الفقر الموجود راح يوجه كثير الناس راح توجه لهذا الشخص من اجل تنتخبه لكن هذا الشخص قدم لنينوى شخص قدم لنينوى ماكو ايش من هذا القبيل عشرات المكاتب الفخمة للمرشحين فتحت ابوابها في مدينة الموصل وتحول عملها الى مؤسسات خدمية مصاغرة تختص بشؤون الرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية والتعويضات والكثير منها تستغل المال العام وسلطتها الادارية على المستوى الوزاري او التشريعي الوزراء يريدون ان يروجون لمرشحين او هم مرشحين بطرق ملتوية بانهم هم وزراء حاليا ممكن ان يقدمون تعيين ممكن او يعدون بتاعين او خدمات اخرى ممكن ان تمرر من خلال وزاراتهم النواب اللي خدموا العراق من خلال مجلس النواب قصد خدموا العراق من خلال ملأ جيوبهم حاليا ايضا عادوا وفتحوا مكاتبهم ويستخدمون نفس الوسائل الرخيصة في كسب ود الشارع وبعد انتهاء الانتخابات المكاتب تغلق استغلال المال العام وتسليطه ضمن الحملات الانتخابية وتسخير مجهود المؤسسات الخدمية والادارية لمصالح ترويجية اصبح امرا طبيعيا في محافظة نينوا خصوصا وان اغلب مدير الدوائر قد رشحوا انفسهم وبعضهم يستغلوا العنوان الوظيفي للمنافسة دون اخضاعهم لقانون يخيرهم بين عملهم او الترشيح للانتخابات انسي شرقي من الموصل قناة الرشيد الفضائية